اشتركوا في القناة بقى لها اعضاء كتير جدا بقى لها دور من خلال مبادرات حصلت كمان الفترة اللي فاتت وعندها فكر وعندها استراتيجية في العمل السياسي ادروا من خلالها انهم يكونوا بعض الكائنات السياسية في مصر الوقت بتتنافس تنسئية على انتخابات مجلس النواب القادم ان شاء الله بحصولها على 26 مقعد ضمن القائمة الوطنية وده طبعا بعد تجربتها النجاح في انتخابات مجلس الشيوخ خلينا نفتفاصيل اكتر عن رؤيتهم للانتخابات القادمة خطتهم لخوض الانتخابات ثم بعد الانتخابات اهم الموضوعات او مشروعات القوانين اللي هيتم منقشتها واهم من ده كله رأيهم في مجلس النواب السابق من صديقنا العزيز الاستاذ علاء عصام عضو تنسيقات شهابي الاحزاب والساسين صباح الورد عليك علاء صباح الخير على حضر الحمد لله كله كويس جاهزين؟ جاهز واضح ان كنتوا جاهزين من الاستحقاق السابق وهو انتخابات مجلس الشيوخ وحصلته على خمس مقاعد واضح ان فيه تنصيق للتنصقية من بدري للغرفتين سواء مجلس الشيوخ او مجلس النواب صحيح شوف يعني احنا طبعا بشكر حياتك على التقديم الجميل ده احنا في التنصقية بنستهدف تنمية الحياة السياسية صحيح وطالما بنستهدف تنمية الحياة السياسية وتقوية الاحزاب المصرية واعتقد ان كمان القيادة السياسية ورئيس عبدالفتاح السيسي هو كمان مؤمن بجود الاحزاب المصرية كبيت لتشريع القوانين في البرلمان وايضا لوضع سياسات وايضا انها تكون مشاركة في الحكومة فهو الحقيقة احتضن تنصيقية الشيوخ الاحزاب والسياسيين فبقينا 27 حزب سياسي بننصق مع الدولة في كل شيء واحد احنا قدرنا ان عندنا ست نواب محافظين كجهة تنفيذية لنا في على الارض بيشتغلوا مع الناس بيحللهم مشاكلهم بيضعوا خطط وسياسات لتطوير المدن والقرى والمراكز دي بداية بعد تدريبهم وتأهلهم بعد تدريبهم وتأهلهم في الاكاديمية الوطنية بالضبط وفي التنسيقية كمان عندنا مركز تدريب بعد كده دخلنا خدنا انتخابات مجلس الشيوخ ونجح الحمد لله لنا خمسة في مجلس الشيوخ كمان في حاجة لحضرتك احنا مش بس ترشحنا 26 في القيمة احنا كمان عندنا خمس زملاء مرشحين فردي يعني بقى 31 31 عدد انا مش بحسد انه بقرر بس ربنا اوفقكم ولكن انت مؤهلين بجد يعني انا بتقول لي مثلا عن نواب السادة المحافظين او على الشكل اللي حصل في انتخابات مجلس الشيوخ من شكل تنظيمي ومتابع طبعا الشغل بيحصل في مجلس النواب لا فيه ادارة لتنسيقية شعب الاحزاب وفيه فكر واستراتيجية شغلين عليها مش شغلين على عدد شغلين على كيف مش على كام ولا هي احنا نظام مؤسسي لما نضمنا للتنسيقية حياتك لو لاحظت مجموعة الشباب اللي في المواقع او في اعضاء التنسيقية المعروفين هتليم كلهم من ابناء الطبقة المتوسطة مش هتلاقي مثلا واحد دخل حياة السياسية من عن طريق المال السياسي او عن طريق وجهة سياسية معينة لا احنا دخلين كشباب طبيعي جدا من الجامعات قد لنا وجود في اتحاد الطلبة وقل لنا وجود في الحياة الحزبية من قبل ثورتين كمان يعني بقى انا شخصيا اشتغلت السياسة من 2007 وانا عندي 18 سنة وهتلاقي شباب بدأ سياسة عن 18 و20 سنة لحد ما بقى في التلاتينات وبقى في التلاتينات وابقى في التلاتينات نضمين علينا كمان طلبة هتلاقي حضرتك المواقع القيادية في التنسيقية شباب ليهم تاريخ سياسي جيد جدا الحياة النظام المؤسسي ده واتقادنا ان احنا ننطلق للمواقع المصري بشكل في نوع من الاتمئنان للمجموعة الشباب الشباب دلت عندهم فكر عندهم رؤية سياسية عندهم برنامج سياسي ده بنقدر نوصله للناس ازاي من خلال اللجان بتاعتنا احنا عندنا مجموعة لجان نوعية لجنة ثقافية ولجنة ستا الأمنية مجموعة لجنة العلاقات الخارجية وغيرها يعني اللجان ده احنا بنعمل فيها دراسات وأبحاث لتصور لرؤية يعني تقدم مصر بتتماشى مع رؤية مصر 20-30 ازاي ان نحط مثلا رؤيتنا لتتنمية الحياة ثقافية في مصر احنا قدمنا مشروع حوالين ده قدمنا مشروع حوالين ده قدمت المشروع لميم وده اللي كنت هسأل عليه شكل التنصيق بقى بينك وبين الحكومة وانا برضو الشباب دي لازم تتسمع ولازم بليها تواجد وفكرة هي تسمع شوفنا فموطمرت الشباب الصراحة بشكل من اشكال المحاكاية والكلام ده كله ولكن قدمتوها لميم احنا قدمناها لعدد من الوزراء نمرة اتنين كان عندها لقاء قريبة مع وزير الموارد المائية والرأي من حوالي 10 ايام ايضا بنشارك في مؤتمرات الشباب بيحضرها السيد الرئيس الجمهورية بنفسه وشاركنا في نمزج المحاكاة في المؤتمر الشباب السابع وانا شخصيا كنت مشارك في مؤتمر الشباب السادس وكلمت قدام السيد الرئيس الجمهورية حوالين مشروعنا لتطوير وتنمية وزارة الثقافة وعن الهوية الوطنية وقدمت مشروع متكامل عن ده ورئيس الجمهورية كان قاعد بيكتب وكان قاعد بيستمع لنا فلما ساد الرئيس وساد الوزراء والحكومة بنقابلها وبنقدم لهم مشارعنا وبنقدم لهم رؤيتنا وتوجهاتنا فده هيخليهم قريبين مننا يبقى فيه احساس نحس بيهم ويحسوا بينا والناس كمان احنا الوسط اللي بين الناس والسلطة الاحزاب والنواف البرلمان وغيره وحلقة الوصن بين الشارع المصر وبين المواطن وبين السلطة احنا بنترجم مشكلات ومعاناة الناس وقهاتهم وقلمهم وحبهم لبلدهم وبنوصل كل الافقار ديت والرؤى ديت وامال الشباب وطموحهم ورؤيتهم بنوصلها للسلطة فاحنا الحمد لله يعني ده ما كناش بنشوفه ايام قبل ثورة 30 يونيو الحقيقة احنا بقنا ابن المسو بعد ثورة 30 يونيو مع مجيه الرئيس عفتح السيسي احنا بقنا لا او الشباب يتمتع طبعا بي حظوص كبيرة جدا الاقتناع الكالة السياسية وسادة الرئيس كمان بدور الشباب وعارف انها صاروة مصر الحقيقة فكل الدعم موجه للشباب ولكن حاجة بتقول لي انت حلقة الوصل ما بين الشارع والحكومة هنا حلقة الوصل في ايه في نقل الخدمات اللي محتاجها المواطن ولا في تنمية العقل السياسي للمواطن انك تعرفوا يعني ايه حقوق يعني ايه واجبات ايه اللي بتشرعوا ليه اكتر الاتنين يعني شوف احنا مثلا لما نبقى موجودين في البرلمان احنا هنشرع قوانين من شأنها الرفع من مستوى محيش المواطن هزع منك قولوا تليها حل مشاكل لا لا كنت هتحولوا لنقى بخدمي انا عايزة فعلا تشرع قوانين اللي بيها هتتحل كل المشاكل بالزبط من رفع من شأن المواطن انا مثلا ان شاء الله لما ادخل البرلمان يعني انا كمرشح مستهدف ان انا اشارك في قوانين الادارة المحلية انا شاف ان احنا لازم عندنا قانون الادارة المحلية لان الغياب المحلية مادرش المجلس السابق انه ينهي فديها هتبقى من اول مشروعات تنسية الشارع عليها ليه لان احنا محتاجين يبقى عندنا رقابة شعبية في المحليات في المحافظات في القرى في النجوع الدستور كمان ادى لعوض مجلس المحلي حقوق اكبر بكتير من حقوق اللي قبل كده بيعنده حانه يستجوب المسؤول والمحافظ ورئيس المدينة بيعنده حانه يوجه سؤال فانت لما تدي صلاحيات دستورية وقانونية لعوض مجلس المحلي هيحافظ على مدنته هيقدر انه يواجه الجهاز التنفيذي لتطوير وتنمية المدن هيقدر يواجه الفساد وبعنده حصانة انه تساعد انه يحصر الفساد في هذه المواقع اعتقد انه كمان احنا في قوانين اخرى زي قوانين التنمية المحلية قوانين الاحوال الشخصية ايضا يعني عندنا لجنة المرأة في التنسيئية ايضا بتشتغل على قوانين الاحوال الشخصية ليبقى فيه حقوق متساوية للجانبين مرجعياتها ايه لجنة المرأة مثلا او قعدتها ايه اللي بترجع لها المجلس قومي للمرأة مثلا او بعض النمازج اللي موجودة معاكم يعني جزء منها المجلس القومي للمرأة جزء منها هي مسميهاش لجنة المرأة هي المرأة عندنا داخل التنسيقية اللي هي السيدات يعني والبنات هم يعني مهتمين جدا مع مجموعة من الشباب بقانون الاحوال الشخصية انا اعتقد ان كمان احنا مش هيبقى دورنا بس تشريعي احنا كمان هيبقى لنا دور رقابي اعتقد ان الاحزاب والصحف الصحافة والاعلام دورهم الرقابي مهم طبعا ما انت في النهاية لازم تكون بترقب المسؤول بس تبقى ايجابي يعني السياسة ان انت اه مش مرأة للنبض مرأة للاصلاح للاصلاح يعني مش كل شوية انت تنتقد تنتقد لا احنا بننتقد وبنقول ان في اخطاء وبنقول ان في ايجابيات برضو لان الاجابيات للحقيقة وللامانة هي اكتر من الاخطاء احنا امام 14 مدينة عالمية جديدة ببنيهم الرئيس السيسي امام مشروع اصلاح زراعي ضخم بليهم نصف الدان امام مشاريع اقتصادية جيدة اصلاح اقتصادي على اعلى مستوى فيه هناك سلبيات بنشاهدها ايضا لكن عندما نرى او نعمل موازنة يعني بين السلبيات والاجابيات لا ايجابيات اكتر طبعا الحاجة كمان الاهم ان احنا لما بنعبر للحكومة عن غضب الناس بتستجيب يعني انا اعتقد احنا شباب مننا في التنسئية موضوع قانون التصالح مسلا لما الناس كانت غضبانة واعرفش ايه الحكومة استجابت وحياة عملت حل كان دور كنتم مسلا ايه هل انزلتوا سمعتوا الناس اه سمعتوا صوت الناس نقلنا صوت الناس طبعا واتكلمنا مع المسئولين يا جماعة الناس الاسعار عالية فرئيس الوزراء هده عناق مشاغب قوي احساسي كده اللي قال قدامي ده عناق اه خليه اه والله اه فخلوا سعر المتر خمسين جنيه اه ده بالنسبة للكورة كويس انت خيلت امتلك شقة بقى وخلاص وبقيت مرخصة فسعر الشقة نفسه علي طبعا فالمواطن كسب والحكومة كسبت والفلوس اللي اتجمعي ديت هنعمل بها مشروعات يعني اللي اعاوز اقولهولك احنا مش بس نقوم بدورنا التشريع بس ولا دورنا الرقابي بس كمان احنا مهتمين بالخدمات العامة صحيح يعني خدمات عامة مش خدمات خاصة ان انا واحد مساء نيجي ولي يا استاذ علاء تعالى خلاص لي وراء ده كلام ده بصراحة كان غير مناسب مكانش لا يليق بس مع غياب المحليات يا علاء ومع غياب حاجات كتير ومع شكل من اشكال الفساد اللي كان موجود كان المواطن ما بيلجأش غير العضو اللي شايفه قدامي ان هو يحل له مشكلته حتى لمشكلة فردية اه يعني ماشي بس ما يبقاش ده الشغل الشغل للنائب لكن انا مع الخدمات العامة يعني انا شايف ان مثلا اعضاء مجلس النواب الشباب يبقى عندهم فكر جديد احنا محتاجين نعمل تنمية ثقافية في محافظتنا في محتاجين مثلا كل نائب مننا يعمل على الاقل ندوة ثقافية وتوعوية كل شهر في دايرته لما انت تبقى عضو مجلس نواب في مركز يعني انا مثلا مرشح عن قائمة شمال وجنوب ووسط السعيد وعن محافظة أسيوت ومحافظة الجيزة وانا من البدرشين لما اروح أسيوت اعمل ندوة كل شهر او اعمل مسابقة شهرية واتناقش مع رجال اعمال المحليين في زي المحافظة وانمي الشباب ما انا كده بواجه الفكر المتطرف بالفكر التنويري طبعا فده نمرة واحد نمرة اتنين لما اتكلم في البرلمان مع كمان وزير التنمية المحلية ومع الوزراء المعنيين ووزير النقل وغيرهم الوزراء ان انا محتاج اعمل رص طرق في المحافظة عندي محتاج ان انا احول المستشفى بتاعتي من المستشفى عادية ده في الفترة اللي فاتت اعتقد ممكن الشهاب يزيد عليه الفترة دي ان هو ما يروح يقعب مثلا مع وزلت الصحة ولا عند مشكلة في المستشفى انه وجد لها شكل مشكلة الحلول سواء بقى من تعاون مجتمع مدني معاها يعني مش يروح بس خارج الصندوق خارج الصندوق وده بقى شوال الشباب ده لما رايزه موابقى التفكير خارج يعني انا مثلا من ضمن برنامج الانتخابي ان انا هعمل حاجة اسمها مجلس استشاري هضم فيه رجال الاعمال المحليين في مركز ومدينة البدرشين وفي قصيوت كمان هاي هشتغل على ان المجلس استشاري ده بيضم رجال اعمال محليين وقبار رجال المدينة او المركز او المحافظة بحيث انها مثلا عاوز اعمل مسابقة شعرية ونعمل لها جوائز هما يتولوها عاوز اطور اصر الثقافة في المكان ده الدولة تعمل مخصصات ليه وهم كمان يبقوا جزء من المخصصات عاوز اعمل مشروع شجر مصمر في المدارس في المركز بتاعي ان الاولاد ينزرع الشجر المصمر يأكلوا منه لو جعنين كده ويحمي المجتمع يبقى في بيئة نظيفة يحميه من ثاني اكسيد الكربون فهم يشتروا الشجر المصمر واحنا نحافظ عليه ونشكل لجنة لحمايته اعتقد ان تضافر جهود انا جزء من المجتمع المدني الاحزاب جزء من المجتمع المدني بس المجتمع المدني مصنف حاجات كتير منها رجال اعمال محليين منها المجامعات الاهلية منها الاحزاب فالمجتمع المدني بالتعاون مع السلطة التنفيذية اعتقد ان ده الدور الحقيقي لعضو مجلس النواب وللمسؤول التنفيذي انت قلتني فيه خمس اعضاء هنزلوا فردي براقوا بقى ومنكوش دعوا بيهم ولا في شكل مشكل الدعم برضو كل الدعم اولا احنا بندعمهم على الارض من خلال قيادات احزابنا على الارض والتوجيه للتصويت لهم في الانتخابات نمر اتنين ما عمل لهم صفحات على الفيسبوك بندعمها كمان بندعمهم على المستوى الاعلامي ونشر بياناتهم بندعمهم كمان على المستوى السياسي ان هو يبقى عنده برنامج سياسي مكتوب وبرنامج محلي عوضو مجلس النواب مش بس بيعمل برنامج عام سياسي وكمان بيعمل برنامج محلي ورؤيته للمحافظة اللي هو نازل فيها والمركز او المدينة اللي هو بيعبر عنها فكل اشكال الدعم السياسي شوف حياتك احنا اسرة التنسيقية شهر والاحزاب والسياسيين رغم خد بالك انا جايدك بقى فراغ الاختلاف الايديولوجي انت عندكو ايديولوجيات مختلفة وتوجهات مختلفة طبعا كله على ارضية وطنية ولكن الاختلاف ده مسببش اي شكل اشكال الخلاف داخل التنسيقية شوف اختلاف مش خلاف صحيح يعني مثلا انا كحزب تجمع بختلف بعض القضايا العدالة الاجتماعية مع حزب رأسمالي او لبرالي معي بس اتخيل ان انا مثلا في مرة حزب التجمع عملنا انا وحزب المصريين احرار جوه التنسية وكنا مكلفين جوه التنسية من زملائنا ان احنا قدم لهم ده يمين وشمال اه يمين وشمال خالص بالضبط يعني رؤية اقتصادية للنهوض بالاقتصاد المصري وقدمنا الحدود الادنى من التوافق وتواصلنا على اهمية ان يبقى فيه قطاع خاص وفي نفس الوقت يبقى فيه دور للدولة منافس للقطاع الخاص بحيث ان يبقى فيه توازن في العلاقات الاقتصادية بين قبار الرسمالين فعاوز اقولك احنا بنتوافق حوالين مشاريع كبيرة جدا كنا انتوافقنا سمعتوا بعض يعني انتوا قاعدين في مشروع زي ده قاعدتوا سمعتوا بعض سمعت تعمى سين احرار بتكلم ازاي وممكن يكون فكرة سمالي اكتر وده مشروع جدا انت فكرك حكومي اكتر او امهم بدور الدولة اكتر بالزبط بتدخل سمعتوا بعض ان فيه اختلافات في القراء كتير احنا كنا بنسمع بعض كنا بنضحك مع بعض وكنا حابين ان احنا هو دنتكلم مع بعض اللي انا عوزو الهاتف على حاجة احنا مؤمنين داخل التنسقية ان احنا كلنا كينات وطنية صحيح وكينات بتستهدف النهوض بالدولة المصرية بنختلف في الطريقة لكن احنا ضد الفصيل بقى احنا كلنا بقى ك27 حزب ضد الفصيل الاخواني الارهابي صحيح اللي بيعمل على كان عاوز يعمل على تقسيم الدولة المصرية وفشل بمخطط اجنبي طالما انت حزب وطني ومؤمن بالدولة الوطنية ومؤمن بتقدم مصر ايا كان فكرك سواء كان رأسمالي او اشتراكي انت مرحب بيك وانا برحب بيك يا ساري ومرحب الليبرالي المواطن المصري هنظلمه لو احنا اججنا الصراع طبعا او الخلاف الايدولوجي طبعا المواطن المصري مش عاوز حالة الصراع دي الواطن المصري والدولة المصرية عاوز حالة التكاتف صحيح ان احنا نبقى ادنا في ايد بعض ان احنا دايما نزيل الخلافات وده عمول بشكل مصغر بقى داخل التنسقية رغم اختلاف الايدولوجيات ولكن فيه ارضية وطنية لمصلحة البلد في الاول وفي الاخر طبعا وعاوز اقول له حياتك مثلا احنا دلوقتي عاملين لجان لي وده اللي عاوز اقول له بقى عاملين مركز بحسي يعني لسه اطلقناه بقالنا ثلاث ايام المركز البحسي ده نعمل منه دراسات بحسية نقدمها للدولة ونقدمها للمجتمع المدني والمجتمع الخارجي كمان عاملين لجنة اسمها الخدمات العامة عشان دعم يعني شبابنا في الانتخابات البرلمانية يعني مثلا انا عندي مثلا في البدرشين ازمة مية وعندي مثلا ازمة مستشفى مثلا فيها يعني لأسف الناس بساعدة بتشير مبارس رنجات فازاي تقدر في التنسقية ان انت تعمل مشكلاتك تكتبها ونوضع لها حلول ونقدمها للمسؤول بعد ما تبقى عوضوا مجلس نواب عشان خطر نحلها للمواطنين واعتقد ان الدولة عندها ميزانية في كتير من المواضيع لكن عدم القدرة على صياغة مقترح جيد تتكلمي على شكل الطرح اللي هتطرحه جيد المشكلة شكل الطرح ده اللي بيفرق يعني اعاوز اقول لحيطك على حاجة الحكومة في بعض الاحيان ممكن نقول انها مقصرة بس في اغلب الاحيان بيبقى عندها ارادة ان هي تحل المشكلة ليه لان هدفهم برضو ان هم يستمروا كحكومة نكحة طبعا لكن للأسف بعض النواب ما بيعرفوش يصيغوا مشروع حل لكثير من المشكلات ده الفرق بقى بين النائب السياسي اللي زينا اللي هو بنتمي الحزب وعنده حزب وعنده برنامج وعنده رؤية وقاري ميزانية وعارف الميزانية فيها فلوس قد ايه وازاي نقدر نجيب من بره الميزانية فلوس وقاري ازاي يعني يضع حلول سياسية واقتصادية وكده وبين النائب اللي كل هدفه انه يخش مجلس النواب او انه يبقى واجهة اجتماعية احنا خلاص احنا بنرفض ان انا كحزبي وانا كتنسقية مش مع النائب بتاع الوجهة الاجتماعية ولا اعتقد هينتهى مع الوقت واعتقد وجود شهابنا بشكل منظم زي تنسقية شهاب الأحزاب هطيد على كل الظواهر دي النائب الوجهة الاجتماعية ان تقضي على المال السياسي الكلام دي كله اعتقد هيخلص هيلحق في المجلس اللي جاي ما نشوفوش ولا ممكن لسه في بعض البوائي بشوف مفيش حاجة بتخلص مرة واحدة فيش حالة ضربة القاضية احنا بداية هو فالبرلمان اللي بعد اللي جاي بقى كمان يبقى فيه حاجة تانية شوية بشوية هتلاقي مصر بقى مجتمع يعني يعني قادر على انه يفرز قيادات وكوادر سياسية شعبية مش مال سياسي ومش وجاهة لا قيادات كوادر شعبية سياسية مؤمنة بالبلد وعندها رؤية للتشريه وعندها رؤية للرقابة واعتقد ان ده هيجي بالتراكم في حاجة عندنا في اليسار كده اسمها قانون التراكم صحيح فانت بتبني يعني توبة بتحطوا توبة فوقها توبة فوقها توبة بعد كده بتبقى شكل اللي انت عاوزه فاناعتقد ان دي 3-4 طباط في الشكل اللي احنا بنتمناه الـ 26 مرشح او هقول الـ 31 بقى مرشح لدخل التنسقية قعدوا مع بعض شافوا مجلس النواب السابق ازاي يعني اكون صريح معاك هناك انجازات حققها مجلس النواب صحيح وهناك مشاريع قوانين لم يستطع ان يتخذ است انجازاته ايه بعدد الاقرارات للقوانين اللي تمت مثلا وسلبياته بعدم الاقرارات ولا الشكل العام الكامل للمجلس شوف هناك تشريعات وصلت لـ 500 تشريع حصل فيهم تعديل واقتراح قوانين ده انجاز كبير ومستهل فيه اتفاقيات دولية ايضا المجلس النواب السابق حسمها تمام اعتقد ان في بعض القوانين زي قانون الاجار القديم وقانون الاحوال الشخصية وقانون الادارة المحلية لم يستطع المجلس النواب الماضي يحسمها انا في رأيي ان ربما قانون الاحوال الشخصية صعب يحسموا لان كان فيه ظرف معين ما كانش يقدر يحسموا وكان عندهم اما مسؤوليات كذلك قانون الاجار القديم لكن قانون المحليات كان لازم يحسموا فانا اعتقد ان كان فيه تقصير في موضوع قانون الادارة المحلية لكن في المجمل مجلس النواب الماضي بزل مجهود كبير عشان ما نظلمش احد لان برضو مش من الصح ان انا عشان مرشح لمجلس النواب الحالي لا انا بحط ايدي معاك ومنفقة مع بعض الصوت عالية عن السلبيات كان موجودة عشان ما تقررش عشان ما تقررش مش عشان نهدر حقوق يعني انا دايما ما حبش مثلا يجي وزير اللي جاي يقولك الوزير اللي فات ما عمش اي حاجة لا هم عمل المجلس النواب اللي فات انجازات وانجازات كبيرة وانا هكمل اللي ما عمله وانا هكمل اللي ما عمله ازاي ما بدأت وحياتك في بداية الحلقة قانون الادارة المحلية على رأس اولوياتنا في التنساء مفهوش ظهر الناس كتير وجهت النقض مثلا للمجلس النواب السابق بعدم موجود اي استجوابات مع عدم موجود اي تساؤلات وكان شافوه انه مجلس سلبي في التعامل مع الحكوم منافس دوره على اكمل وجهة دور الرقابي والتشريع هو بصراحة الاغلبية كانت بتوعيق موضوع الاستجوابات ده يعني كان فيه احزاب زي حزب التجمع وحزب المصر الديموقراطي وغيرها بيقدموا استجوابات لكن الاغلبية كانت ترأى ان هذه الاستجوابات غير ضرورية يعني وكمان الحكومة بصراحة يعني ما كانش يستجيب في بعض الاحيان ما كانش يستجيب في بعض الاحيان حتى لجلسات النقاش حتى الدكتور علي عبدالعال كان دايما يوجه رسائل للحكومة يا جماعة تعالوا عضو مع النواب البلد كانت في حالة مواجهة ارهاب صحيح ومواجهة الارهاب كانت مخلية كل وزير وكل مسؤول في الدولة منشغل جدا وكان عندنا معركة معركة مصير صحيح فكان الحقيقة العمل البرلماني رغم اهميته القصوى الا ان ما كانش فيه تكامل بين العمل الحكومي والعمل البرلماني انا اعتقد بشكل ايجابي احنا يعني في مرحلة استقرار الى بنوع ما وقدرنا الحمد لله نجحنا كدولة ونجحة القاعدة السياسية ان هي تضرب الارهاب ضربات جمدة جدا وقوية جدا على المستوى الامني اعتقد ان احنا دورنا بقى في الفترة اللي جاية ان يبقى فيه حالة الاستقرار ديت ان يبقى فيه تعاون بين الحكومة وبين البرلمان ولازم بقى فيه نواب يقدموا استجوابات انا شخصيا لما هلو يشوف حاجة غلط ويشوف اخطاء في وزارة معينة هقدم استجواب انا مش ناقب الحكومة الله العظيم عارف انا ناقب الشعب لان انا انا مش مدرسة الاستجواب اشانا بقى صريح معك انا مدرسة النقاش وبالذات اما اشوف ان الحكومة عاملة اللي عليها ولكن ممكن يكون الوزير او المسؤول او المحافظ غفل بعض المناطق ففيه لجان داخلية فيه لجنة للتعليم فيه لجنة للصحة فيه لجنة للمحليات نجيب المسؤول ونقعد نتكلم ضد الاستجواب على طول او ضد المساعدة الاستجواب اخر حاجة اخر حاجة لان اول حاجة انت مش هتعمل اي حاجة بالظبط هنقعد بقى طول الوقت في استجوابات تم قضية الامح تم البرلمان السابق فساد الامح هو اللي فجرها ومحدش منعهم والوزير الاستقال فيعني اصدى اقول لك لأ كان فيه ايجابيات وفيه سلبيات انا اعتقد ان الاستجواب هو المرحلة الاخيرة لان السجواب دي ممكن تؤدي الى طرح الثقة في الحكومة كلها بالظبط وصومش تهريج احنا برضو احنا شباب انا عندي 32 سنة بس وانا عندي 32 سنة اتعلمت في الحزب من 10 سنين ومن 5 سنين ان انت ماينفعش توصل لزروة الخلاف في بداية الخلاف بالظبط يعني انت مرحلية يعني انت بتوجه سؤال للحكومة فيه طلب منقشة عامة واخد لي بالك يعني انا احنا في التنسيقية بين زاكر كويس قوي عارفين صلاحياتنا من خلال لايحة بتاعت المجلس النواب عارفين صلاحياتنا وعارفين ان فيه مراحل بتصبق الاستجواب حتى في البرلم انا سفرت امريكا وروحت اسبانيا وعادت مع عضاء مجلس شيوخ وسيناترز وكده وكنت لسه باشرف على الانتخابات في امريكا في خمس شهر ثلاثة اللي فات انا عادت مع عضاء كونجرس الاستجواب ده يعني برضو مش بالعدد الكبير يعني ده بيحصل مثلا مرة او اثنين او ثلاثة في الدورة البرلمانية وطبع قضية عامة خطيرة جدا او ان لازم يتحل دلوقتي فلازم يستجواب بيجي لما سيقوله قدامي دلوقتي بالزبط فيه امور كتير فيه مناقشة وفيه توجيه سؤال وفيه كمان حالة لو هتكلم حكومة الحالية هي بتسمع يعني شوفنا اه ده ده حقيقة بيقعد ويسمع ويسمع الفكر بيلاقي الوزير ماشي مع تنين تهدد الشباب وعمال يسمع الفكر بينه مش محتاج حتى يكون داخل مجلس النواف اعتقد ان الحكومة كان مساعدة الدور ده وبالذات للشباب للامانة الرئيس عفتاح السيسي هو من أرسى هذا الموضوع من خلال استماعه للشباب داخل جلسات مؤتمر الشباب وكان بيجيب الحكومة كلها تحضر من أول رئيس الوزر لحد أصغر مسؤول يستمع للشباب فهو أرسى هذه القاعدة صحيح عندما أرسى هذه القاعدة بقى من الطبيعي لما رئيس الجمهورية بيقعد بالنشر ساعة داخل مؤتمر الشباب واليوم وله اتنين وتلاتة ويحضر كل الجلسات ويحضر كل الجلسات يسمع وفي طبيعي أي مسؤول في مستوى أدنى منه لازم يسمع وكمان فأنا أعتقد أن مؤتمرات الشباب كانت لها الفضل الأكبر وشكرا لمن نظموا هذه المؤتمرات وشكرا لبرنامج الرئاسي بالحقيقة استفدنا منها كتير جدا استفدنا منها على مستوى المعلومات على مستوى الحرية في طرح الرئيس استفدنا منها عليها قاعدوا دامي هنا موزق مؤهل فكريا وثقافيا ل32 سنة 32 سنة أما كنا نبص للسن ده قبل كده مش مؤهل مش جاهز اهتمامات تانية خالص لنقاعد قدام قامة سياسية فهمها تعمل ايه عند ثقة فيها من تبقى داخل مجلس النواب إنه ممكن يمثلني ويكون عنده القدرة كمان على سواء بقى تشريع القوانين أو المحاسبة لأنا عافنا علىها هيحاسب هيحاسب ويبقى مشاغف جدا زي ما نقولت هاول النائب بقى على عصام عضو تنسيقية شهاب لأحزاب وساسين نوارد صباح الوارد كل التوفيق لل31 عضو إن شاء الله اللي هيمثلوا التنسيق شكرا جزينا لدعمك الدائم دينا شكرا للمحضرتك خلصنا حلقتنا النهاردة من صباح الوارد بكرة موجودين معاك وفي نفس المعاك